مين من صحابك في الوسط لو انت فكرت تفتح مطعم يشاركك؟ أحمد فاتح أحمد فاتح عشان احنا الاثنين فشلة لا كنش فيها بنقعد نفكر في الموضوع ده احنا جيران دلوقتي كمان في دريم احنا الاثنين ونقعد طول ما احنا عادين بنفكر ان نعمل ايه؟ مشاريع اه يعني انت رجل متخصص في الشغلانة خلاص بقيت جوا الشغلانة دي وانت واحد منها فهيوم ما تفكر في مشروع هلا هتفكر في شغلانتنا انا فكرت في شغلانتنا في الأول فكرت كل ما نروح استوديو من الاستوديوهات بيبقى عندي عليكم منت ييمة النموص من موتنا ييمة هو ضيق شوية ولا هو تضيق انا لم اعرفش عامل ازاي ييمة لو المساحة أطبر شوية كانت معرفش عامل ايه ايه حاجات دايما كده فحلمت في يوم من الأيام ان انا يبقى عندي بلاتون واتعمله انت بنفسك وعامله انا بنفسي بقى البلاتون ده وانت خليك في نوم جميلك كلا واختر مكان ويبقى مكان كانوا مميز بحيث ان كمان الممثل لما ييجي ما يتعذبش والقوضة بتاعت الممثل اللي هيقعد فيها ده زي فرشالو وازاي أنظفها له وازاي الحمام يبقى أدامي وازاي كل الكلام ده البلاتو ازاي يبقى فيه خناء عليه من المسلسلات او الافلام ان مين يحجزوا بتاع من حلم تلك الكلام ده وتزامي ايه البلاتو ده؟ بايومي بايومي أفاندي استوديو بايوم أفاندي بلاتو بايومي بلاتو بايومي وأولاده أنت بايوم السيادة بايوم الثاندي وأولاده بايوم الإنسي